الأول بشكل عام في اللي بيحصل في الدورة السنية تحديداً في المنافسة على الصدراء عشانها كنت بقولي النهاردة ده مبسوط فكرة نتائج فرق والتائج فرق قريبين من بعض في النقط بيئت نفسه على الدورة ده في حد ذاته بالنسبة لنا جميع الناس اللي بتحب الكرة حالة حلوة النهاردة أو أنا بتفرج على المطشط عم ما نقوله والله كويس بقى يعني عندنا ثلاث فرق بينفسه على الدورة سنة اللي فاتت كان عندنا الأهلي والزمالك السنين بقى اللي قبلها كان كلها الأهلي بس رمز داخل بتقلو وإحنا يا كريم على مدار الموسم الحلقات اللي احنا كنا فيها مع بعض كنا منقول إن السنة دي بيرمز مختلف حتى مع كابتن إهاب جلال كان مختلف وجه تاكش جونيس بيكمل شغل كابتن إهاب جلال فكويس إن احنا عندنا الحجم ده من التنافس وإن الدورة حيفضل سخن لحد الأسبوع الأخيرة وإن أو لحد الجولة حتى الأخيرة وإن التلاث فرق أكيد لسه هيوقعه نقط في المطشط الجافة ده حيزود من الإصارة وإن أنت كل مطشو ما تبقاش عارف أو كل جولة مش هتبقى عارف الدنيا النهاردة مثلاً الأهلي الحد ما ييجي الحل من كرة ثابتة مش عارف هل الأهلي حيضيع نقط تاني النهاردة ولا حيكسب الزمالك برضو إنت داخل من غير بن شرقي أول مطشو وفيه أوناجم مش موجود وإمام عشور موقوف فيه غيابات على القيمة أصلاً اللي مليانة غيابات فإن مش عارف برضو الدنيا هتبقى عاملة إزاي وخصوصاً إن الزمالك معروف إنه بيوقع نوقات بعض الفرحة معروف فالنهاردة فرييرا مش بس بيتعامل مع الغيابات ده بيتعامل مع حالة معنوية أحياناً كانت بتيجي بالسلب على الزمالك بيرامدز بيرامدز الخسارة من الأهلي فيه ربع نهائي الكاس بتاع السنة اللي فاتت وبعد يجيبت تعادل مع طلقة الجيش الناس أردت لك لا بقى دا تاكش جونيوس ده ده رجل أرزقي وابتدى الكلام تاني بتاع إنه بس واخد صيد وإنه هو كان بيلعب مع وادي دجلة حاجة غير فريق ينافس على البطولة حاجة تانية لكن بيكسب الأهلي ورجع أهب جلال وده مش ينفع يخد دوره ولازم أهب جلال يرجع وهكذا خد بالك ماتش الإسماعيلي ده هم دائماً بيرحوا يخسروه يعني ماتش الإسماعيلي في إسماعيلية بيرمز بيرح يخسروه حتى كمان الفرقة الجبارة اللي كانت في أول موسم لها راح تخسرت من الإسماعيلي في إسماعيلية فالنهاردة هو بيكسب 4-0 مع الرقفة لأنه نضيع فده معناه إن الفرقة فعلاً وقف على رجليها بشكل كواس جداً ونوية ولما تيجي تتفرج على الثمن ماتشات المتباقية للزمالك والثمن ماتشات المتباقية لبرامدز هتلاقي إن الثمن ماتشات المتباقين لبرامدز على الورق أسهل يعني البرامدز عنده يمكن أصعب ماتش لوه ماتش الزمالك وعنده الاتحاد وعنده فارقه فالزمالك مشواره صعب ببرامدز مع أنا كمان كنت سامع كابتن أمير عازم مجاهد بيتكلم عن إن النهاردة برامدز بيرايح لعيبة فلا القايمة كمان فيها عمق قايمة الزمالك ما فيهش عمق قايمة الآله كمان ما فيهش عمق لا قايمة الآله يكون فيهون سوارش بما إن أمير كل حاجة أيوة أمرا وحرا وحرا هتصولت من كده أنا أمري هرأس يا جماعة هتلت العرف